اشتركوا في القناة والمراكز التي اطلقتها الشركة مؤخرا في مقرها الرئيسي والتي من بينها مركز ادارة الخدمات لدعم مزود خدمة الاتصالات في المملكة ومركز بي نت المتميز لعمليات الشبكة الذكية المعني بدعم مهمة الشركة في تقديم خدمات شبكة امنية وموثوقة ومستقرة لعملائها وصولا الى زيارة مركز عمليات الامن السبراني والذي تم تأسيسه بهدف حماية البنية التحتية الرقمية لشركة بي نت من اية هجمات الالكترونية مفاجئة وتصدي لها على الوجه الاكمل من جهته اثناء الشيخ علي بن خليفة بن احمد آل خليفة رئيس مجلس ادارة شركة بي نت على الدعم المستمر لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين مما عزز من مكانة مملكة البحرين كوجهة استثمارية استراتيجية ومركز اقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلال الزيارة تم تقديم عرض شامل لأبرز اهم الانجازات التي حققتها الشركة منذ تأسيسها والتي تتمحمر حول تطوير البنية التحتية لشبكة الالياف البصرية طبعا شركة بي نت شركة مهمة لمستقبل البحرين اليوم اللي تكلم عن التحول الرقمي والتحول الرقمي لا يمكن ان ينفذ ويحقق من غير شبكة نطاق عريض واليوم شركة بي نت هي اللي توفر هذه الشبكة على اعلى المستويات فاحنا اليوم اطلعنا على دطور اللي صار في الشركة خلال من فترة انشاءها مؤخرا اللي هي تقدم خدمات مهمة لجميع الشركات الاتصالات في البحرين فمستوى خدمة شركة بي نت يأثر على هذه الشركات ويأثر بالتالي على كل الزباين نعتقد ان شركة بي نت شركة أساسي لمملكة البحرين ووزارة الاتصالات في تحقيق طموحها ان نجعل مملكة البحرين مملكة ذكية تعتمد على احدث تكنولوجيا ونحقق اهدافنا فيما يخص التحول الرقمي تم استعراض على سعادة الوزير اخر مجريات عمل الشركة وتشرفنا بهذه الزيارة المباركة الاولى له كمشرف على هذا القطاع المهم والحيوي لمملكة البحرين وما نحن هنا لنطبق تنفيذ رؤية الحكومة الرشيدة في تنفيذ خطة الفصل الرابع والخامس لقطاع الاتصالات ولله الحمد ما وصلنا اليه اليوم انجاز نتشرف بان نكون جزء من هذا الفريق العمل اليوم هذا العمل يحسب لدارة تنفيذية لهذه الشركة والموظفين جميعا في هذه المرحلة الامتغالية التي كانت بفصل شركة بينات من شركة بتركوش شركة الام ونجحنا ولله الحمد في تنفيذ هذه السياسة التي تم توجيهنا من قبل الحكومة الرشيدة لتنفيذها ولله الحمد في وقت قياسي جدا تم اكتمال هذا المشروع هذه الزيارة تأتي من ضمن اطار الاحتمام والحرص المتواصل من قبل سعارة الوزير كمال بن احمد محمد وذلك لتحقيق رؤية مملكة البحرين المستقبلية لقطاع الاتصالات وهو امر محل الاحتزاز والتقدير توجيهات سعارة الوزير منذ البداية كانت دافع لتنفيذ الخطة عبر آليات عمل دقيقة اليوم تشرفنا بحضور سعارة الوزير والطلاع على مستجدات سير العمل الشركة لتأمين الاستعداد الكامل للتعامل مع الطلبات الاقتصاد الرغمي ونحنا اليوم برأسة سعارة الشيخ علي بن خليفة رئيس مجلسي دارة وعضاء مجلسي دارة شركة بينت والرئيس التنفيذي سيد محمد بوبشيت نعمل بجهد على ترجمة خطة نشر البنية التحتية للألياف البصرية إلى جميع انحاء مملكة البحرين على حسب الخطة الوطنية الخامسة لتصالات